عزيزي المشاهد في فيديو النهاردة كان فيه مباراة خيرية تلعبك في دولة قطر بعنوان لاحياء الامل والمباراة ديت كان هدفها هو جامعة تبرعات لمساعدة الاطفال في فلسطين في السودان ودول اخرى يساعدوهم على تكميل تعليمهم لان الاطفال ديت طبعا ما لهاش الزنب في اللي بيحصل في دولهم فطبعا هي كان هدف المباراة هو مساعدة الاطفال في هذه الدول النهاردة كان فيه اساطير كورت القدم مع ابرز اليوتيوبرز اساطير كورت القدم من ضمنهم كاكا دروكبا ادن هازر ديفيد فيا في لعبة كتير كانت موجودة طبعا وابرز اليوتيوبرز ابو فل طبعا ده يعني الفريق كان باسمه كمان وزبيد ويوتيوبرز تانيين لكن كان في لقطة النهاردة لزبيد يعني زبيد دوتة في العين شخصية يعني مش متخلفة ما ينفعش انها تلعب مع لعيبة اه بقيمة كاكا واساطير كورت القدم شوف التدخل التدخل على كاكا يعني انت لما تلعب قصاد كاكا ومباراة خيرية ما تخدشش التدخل ده ايه لازمتها يعني انت بتاخد لقطة فطبعا كاكا من من الاكشن مش هزار يعني التدخل ده انت يعني كان ممكن كاكا يتقذ في التدخل ده كاكا طبعا سنه كبير مش موجودة على الملاعب فطبعا اللي هيكا مش هتكون اللي هي اي خبطة ممكن يتصف فيها لقول لكاكا ما ثبتش رجليه على الارض كان هيبقى فيه كلام تاني يعني كاكا كان رجليه لسه فوق الارض فخد الخبطة يعني كان الخبطة خفيفة شوية اشتركوا في القناة